المراكز الامتحانية تستقبل 689 ألف طالب لأداء الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية رئيس مجلس الخدمة الاتحادي يؤكد أن الحاصلين على كدات قبل تاريخ 16 يار يحق لهم التقديم على التعينات القادمة العتبة الحسينية المقدسة تشرع ببناء مركز لعلاج التواحد في واسط يضم دينة تخيولية وغرف للعلاج الحسي والنفسي والفيسيائي السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لمشاهدي شاشة الفرات الفضائية صوت عراقي الآن معاكم مباشرة على الشاشة أكثر من 689 ألف طالب خاضوا اليوم الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية بعموم العراق موزعين على 4769 مركز امتحاني في بغداد وباقي المحافظات العراقية بما فيها قليم كردستان وبهذه المناسبة نتمنى لكل الطلبة توفيق النجاح والتفوق واشتياز هذه المرحلة المفصلية بحياة الإنسان في ميسان جرت الامتحانات العامة في مدارس المحافظة بمشاركة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة إذن مشاهدينا الكرام طبعا رح يكون معانا ضيف بعد قليل اللي هو المتحدث باسم وزارة التربية الأستاذ كريم السيد طبعا نتمنى لكل الطلبة الأعزاء التوفيق والنجاح بهذه المرحلة المفصلية نتمنى أن تكون البيئة مناسبة لكل الطلب من فضلك بس سيدات اسمح أن تكون كل البيئة مناسبة لأمور اللوجستية التامة وأيضا أن تكون يعني أكو مراعاة لظروف الطلبة يعني نعرف إحنا طلاب السادس صادفهم ظروف أنا حشيت قبل يومين ثلاثة قلت أنه بعض المناشدات اللي تجينا بعضهم يقولون يقولون عندنا ظروف ما قدرنا نمتحم فبالتالي هذه التفاصيل كون تأخذ بنظر الاعتبار من قبل وزارة التربية أيضا على الأهل أن يوفرون كل الأجواء المناسبة حتى يجتازون طلابنا الأعزاء هذه المرحلة المهمة والحساسة بحياة الطلبة كذلك عفوا نحاول أنه بهذه الفترة نبعدهم كل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي خلوا نضيق عليهم الخناق شوية لمصلحتهم بعدين يحسون أنه هذه الفترة هي فترة جدا مهمة وعلى طلبتنا الأعزاء أيضا طبعا عندي توصيات كثيرة يعني ما تحضرني كلها ولكن هذا أقل شيء أقدر آني أقوله بالوقت الحالي بدت الامتحانات ونحن نعرف أنه السادس هو مرحلة تقرير مصير وعليه لابد من أن يكون عند الطالب أولا وأخيرا حرص كبير على مستقبله قبل أن يكون الحرص هذا يعني مدفوع بخوف أيضا من قبل أهل ودوي نتمنى أن يكون الطلاب بهذه الفترة يبلون بلاء حسن إن شاء الله وبالتوفيق لكل الأعزاء من كلكلمات شوية ما تسعفني وبالحقيقة تعرفون شغلة يعني من أتذكر ابتحانات السادس وكأن ما أنا بعدني طالب ودعمت حل لذلك الله إن شاء الله يوفقهم ويهون عليهم هذه الفترة الصعبة إن شاء الله موسيقى 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 طيب تشوفون الآن هذه الصور والفيديوهات هي من مختلف المراكز الامتحانية بالعراق ونعرف أنه يعني أكثر الجامعات هي صارت اليوم مراكز امتحانية امتحانات الطلاب السادس الاعدادي الأمور على قدم وساق لتوفير أجواء مناسبة للطالب وحتى تصير العملية الامتحانية بكل سلاسة وسهولة وتدليل كل المصاعب والعقبات لكل الأعزاء الطالبة طبعا نحن اليوم عندنا مجموعة من اللقاءات رصدناها في أول الأيام أول أيام الامتحانات بمراكز الامتحانات رحم كابحة وتحديداً عن الميسا أكثر من 19 ألف طالب وزعين على 194 مركز امتحاني في مركز المحافظة وفي الأقضاء جميع الأمور اللوجستية وقعتني بخير اليوم إن شاء الله هناك تنسيق عالي ما بين المديري العمل التربية والدوار الأخرى ذات العلاقة اليوم الحمد لله جرت الامتحانات من السيابية عالية جداً وأبناءنا الطالبة مرتاحين جداً للأجواء والأسئلة ونصلا الله أن تكون الامتحانات القادمة لامتحانات خير وسرور لأبناءنا الطالبة نحن إن شاء الله امتحاننا اليوم هو امتحان الإسلامية وإن شاء الله جاهزين وعدنا كامل الاستعدادات والتفاصيل يعني من جانب القاعة إن شاء الله كلها جاهزة وسبالة وقاعات نظيفة ومرتبة وما أكو أي شيء إن شاء الله نستؤدينا هنا وما نواجه هذه الصعبة إن شاء الله وإن شاء الله البركة بجميع المدرسين المدرسين أيضاً يبدلون كل الجيد في سبيل إيصالنا إلى ما نتمنى نتمنى لهم الصحة والعافية والنجاح أنا جبت من الأول الابتدائي لما وصلتها للسادس أدبي حتى أم شوية أم شوية تتعلق الأولى بموضوع رواتب الحماية الاجتماعية وصاحب هذه المناشدة من المصابين بمرض مزمن فبالتالي طالبوا ترفيض قرار زيادة الرواتب الخاصة بالحماية الاجتماعية مناشدة ثانية لشخص محصل على قرض للمشاريع الصغيرة وسدد هذا القرض ولكن بعده يسدد فالظهر أكو خطأ بالموضوع سيتواصل مع صوت عراقي وأرسل لنا بهذا المناشدة 150 أنا مريض عندي فتحة بالقلب والتقالب الشرائي 150 شي كفا الدولي سواها 125 وهذا القانون من رقم 11 ما طبقه استوات شنين الحل المقدمة أنا من زمانة سنة 125 والله سهل من زمانة سهل وأنا سنة 125 أنا أطلب من وزير الرعاقي نضررهم بأينا الرحمة لأن احنا على وقت 150 بالشهر عندنا مناشدة للسيد الوزير وهو يعني ابن الفقراء وابن المحرومية بالنسبة لنا احنا أنا ما أخذ قرض مع العاطلين 10 ملايين هذا القرض سددت للدولة واجبت لهم براء الذمة واجبت لهم سكوك هسا القرض رجعت من جديد أسدده فإحنا نريد من عنده ومن رئيس الوزراء أن يشملنا بالأطفاء لأنه مو أطفاء أنا مطيهن أنا مطيهن يا سيد أحمد الأسدي أنا مطيهن بسددتهم 10 ملايين بسددتهم شي يقولوا لي يقولوا لي أنت لازم ترجع الرواتب الماقذ من الرعاية الاجتماعية أنا أخذت القرض على أساس مشاريع مصغرة والمشاريع خسرت عدي زيان ما استفادت منها أخذت 10 ملايين ورديت سددتهم 10 ملايين بالسنة مليوني وعندي براء ذمة من المصرف أخذتهم 10 ملايين ليش هسا أرجع أني مرات بمال الرعاية راجع أسد بيهن من جديد زيان يطلني رعاية أرجع أسد على مدة 10 سنوات زيان فأمون أشهد إليك ونريد من عندك هاي القضية من عندك زيان ونشك رأيك على سعة صدرك إنها تخليها بعيني الاحتبار ومشكور للحديث أكثر مشاهدين الكرام عن موضوع الامتحانات وكيف سارت الامتحانات بأول أيام ينضمنا الآن المتحدث باسم مزارة التربية بستاذ كريم السيد من العاصمة بغداد حياكم الله تحية طيبة كيف كان سير العملية الامتحانية بهذا اليوم وما ملاحظاتكم مساء الخير تحية طيبة لكم ولجمهوركم الكريم طلقت هذا اليوم في بغداد والمحافظات وفي ممثلياتنا بأقليم كردستان وخارج العراق أيضا الامتحانات الخاصة بالسادس الإعدادي بكافة فروعة بمشاركة أكثر من 689 ألف طالب في عموم المحافظات إضافة أو يتوزعون على أكثر من 4700 مركز امتحاني هذه الامتحانات طبعا تم التحضير لها منذ وقت مبكر يعني إحنا تقريبا بدأنا العمل فعليا منذ مرحلة ما قبل نصف السنة كانت هناك اجتماعات على مستوى قادة الوزارة وأيضا مع اللجان الساندة على المستويات الخاصة بالوزارات الأمنية وكذلك الخدمية بدأناها منذ امتحانات نصف السنة مرورا طبعا بالامتحانات التمهيدية للطلب الخارجيين وبعدين وصلنا طبعا إلى امتحانات المراحل الغير المنتهية ومن ثم السادس الابتدائي ويوم 17 اختتام من الثالث المتوسط واليوم انطلقت امتحانات السادس الاعدادي هذه التحضيرات وهذا العام طبعا كان عاما مستقرا وبالتالي الوزارة وضعت جداول وضعت توقيتات وسقوف زمنية منذ وقت مبكر هذه السقوف الزمنية ساهمت بأن تصنع استقرارا نفسيا على الأقل لدى الكوادر التدريسية والتعليمية ولدى الطلبة وعوائلهم لذلك احنا من اجينا الامتحانات ما كانت عندنا مواعيد تختلف أو تضطرب إنما كل شيء كان فيه موعدة وصولا حتى هذه اللحظة واليوم الحمد لله رغم أنه هو اليوم الأول اللي غالبا ما يكون طبعا اليوم الأول بمحاولات للبحث عن المركز الامتحاني من قبل الطلبة ووجوده وبالتالي قد يكون فيه بعض الحركة لكن الحمد لله اليوم الحركة كانت انسيابية منذ ساعات الصباح الأولى الامتحان يكون طبعا الساعة السابعة صباعا حتى نقدر بقصة الوقت وأيضا الحركة ما قبل الدوام الرسمي والازدحامات حتى ما يتأخر الطالب أيضا لذلك الحمد لله اليوم كان يوم مثالي على مستوى التخطيط طبقت فيه كل الآليات والأفكار والتفاصيل التي وضعت طيب ماذا عن إجراء الأدفاء الانترنت هل هو إجراء احترازي أم أن هناك حديث عن بعض الخروقات التي ممكن أن تحصل لذلك يتم وقتها في مهدها قطع الانترنت هو إجراء ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لأجل تأمين العملية الانتحانية ورفع مستوى السقوف الخاصة بالحماية الأمنية تعرفين حضرتك أنه في العام الماضي كانت هناك تحديات تتعلق بتسريب الأسئلة وإرباكات بالمشهد هذه الإرباكات لا تنعكس فقط على المستوى التعليمي ولا تنعكس فقط على الوزارة إنما حتى على مستويات الطلبة وعلى جهودهم وعلى كل العملية التربوية بشكل عام لذلك تأمين وصول الأسئلة وتأمين الامتحانات بشكل عام هو ضرورة وطنية ولذلك تشترك فيه كل المؤسسات المعنية وكل الجهات الوزارة طبعا وزارة التربية استحصلت قرارا من مجلس الوزراء في قطع الانترنت من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة الثامنة خلال أيام الامتحانات يعني إثنى امتحانات الثالث المتوسط فقط أيام الامتحانات اللي هي سبعة أيام ومن ثم الأمر عاد طبيعيا والآن بدأنا طبعا بمرحلة السادس الإعدادي القطع في هذا الوقت هو يعني وقت ربما لا يؤثر لأنه ما قبل الدوام الرسمي وما قبل حركة المواطنين وبالتالي يعني الضرورات أحيانا تتقدم على المصالح لذلك يعني ملف الامتحانات هو ملف وطني وملف الامتحانات هو ملف يعني المجتمع بشكل عام ولذلك هناك مسؤولية جماعية سواء من مزارة التربية أو الجهات المعنية أو الحكومة العراقية بشكل عام طيب هل أن الجامعات العراقية جميحة هي مراكز امتحانية؟ لا هذا طبعا في بعض المديريات استعانينا بالمراكز أو المقاعات الامتحانية لأنه بعض المديريات ربما يعني مديريات كبيرة يعني مثل الكرخ الثانية مثلا عندنا مديرية كبيرة الرصافة الثانية بعض أيضا في بعض المحافظات ربما اللي بيها ضغط سكاني كبير جدا إلا أنه الغالبية من المراكز الامتحانية اللي ذكرناها هي في يعني في مؤسساتنا التعليمية وموفري لها كامل المستلزمات الخاصة طبعا بالدعم المادي وكذلك جهود كبيرة تبدأ من وزارة الكهرباء لأجل تأمين الكهرباء خلال أوقات الامتحان وكل هذه الجهود وكل هذه يعني كل هذا الدعم اللي يقدم الآن من المؤسسات وأيضا الجهود الذي يبدأ من وزارة التربية غرض الأساسي هو إجراء الامتحانات بمستوى عالي من الأريحية بالنسبة للطلبة وعدم وجود أي معاناة لأننا الآن في فصل الصيف وبالتالي ضروري جدا أن تكون كل متطلبات الراحة موجودة في المركز أو في القاعة الامتحانية نعم فترة الامتحانات يعني رح تقطع بواسطة فترة العيد أو عيد الأضحى التي تبدي ثلاثة أنا عندي الجدول الجدول يقول بالثلاثة أكمتحان فهنا شرح يتم معالجة الأمر حسب السياقات المعروفة هذا طبعا صدر قبل أقل من ساعة من الآن صدر عندنا إعمام وضروري طبعا يعرفون بالطلبة وعوائلهم والجميع الامتحان هو امتحان اللغة الإنجليزية فقط هو تحول على يوم 15 وعدنا اليوم الأخير ويوم اللغة الفرنسية دفع والجدول كما هو بقية يعني بقية الأمور لأننا البارحة كان هناك التوجيه الخاص بالفترة المحددة عطلة عيد الأضحى المبارك هي من صنعت تغييرات ربما لكن ما صار عندنا إشكال كبير باعتبار هو فقط امتحان اللغة الإنجليزية يعني امتحان اللحية وما بعده بقية كما هو باعتبار أن الكثير من الطلبة ناشدة والوزارة على ضرورة أن يأخذون وقت كافي بالنسبة لبعض المواد العلمية التي تحتاج إلى وقت طويل بالفعل وبالتالي اللغة الإنجليزية تحول من يوم الطبيعي اللي هو بالثلاثة إلى نهاية الامتحانات ودفع امتحان اللغة الفرنسية إلى ما بعد طيب نحن تجينا هنا شدات أستاذ كريم ودائما نتوجه بيها لوزارة التربية وأنا من باب الأمانة أنقلها بما أنه حضرتك موجود أستثمر وجودك الطلبة غير المؤهلين للامتحانات يطالبون بدخول شامل على الدور الثاني ما تعليقكم على هذا الموضوع يعني أكو إمكانية حتى يتحقق هذا الأمر لو بالوقت الحالي صعب لا بالوقت الحالي طبعا صعب يعني قصة الدخول الشامل المفروض إذا كان هناك قرار فيتخذ قبل هذه الفترة لأن القاعات الامتحانية والمراكز والبطاقات وكل شيء يعني وضع على أساس السياسة أو القرار الذي يتخذ يعني هذه الجنابس تعرفين أنه هي سياسات تربوية وزارة التربية في هذا العام كانت واضحة وصريحة فيما يتعلق طبعا بالآليات التربوية احنا قلنا ماكو دور ثالث ماكو دخول شامل ماكو محاولات لا يوجد يعني لا توجد أي حتى منح درجات الوزارة تحاول ابتداء من هذا العام أن تخضع للاشترافات العلمية الدولية الرصينة ودخولها ضمن طبعا المعايير الدولية وبالتالي الكثير من القرارات التي كانت تتخذ في سنوات سابقة ربما كانت تتخذ لضرورات أو كانت تتخذ لظروف استثنائية حضرة تشتع فيها من عام 2014 لغاية يمكن العام الماضي احنا ما كان عندنا عام تربوي يستقر بشكل كامل إما عمليات تحرير إما تحدي صحي إما تحدي سياسي لذلك كانت تطر بالأعوام الدراسية لكن في هذا العام احنا كنا مستقرين هذا العام بدأنا الآن يعني نبني عليه وبالتالي من الممكن أن نرصن للعام القادم وبالتالي التربية كانت واضحة ومنذ بداية العام الدراسي وقالت بشكل واضح وصريح أنها اتخذت سلسلة من القرارات وكان واحد من عد هذا اللي سئلت عنها حضرتك اللي هو الدخول الشامل كان فقط طبعا الدخول العام والشامل لطلبة السادس الابتدائي أما الثالث من توسط والسادس الاعدادي فهو وفقا لقرارات الوزارة والاشتراطات القانونية طيب وصلنا سؤال الآن على الخاص بخصوص نتائج الثالث متوسط يسألون عن نتائجهم مش وقت تصدر إن شاء الله نتائج الثالث متوسط ستكون بداية شهر تموز القادم يعني بعد العيد بعد العيد إن شاء الله لأنه احنا الآن في مرحلة مراحل النهائية لإتمامها ويعقبها طبعا أكيد رح يعقبها التدقيق ومن ثم إجراءات لأن تعرفين هذه حقوق طلبة يجب أن تأخذ وقتها الكافي الوزارة ستعلن إن شاء الله في بداية شهر تموز أشكركم المتحدث باسم وزارة التربية الأستاذ كريم سيد تحية طيبة وشكرا لكم على كل هذه التفاصيل والإضاحات شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم شكرا صار بعض اللغة حول تعينات مجلس الخدمة الاتحادي الباقي اللي هي الواحد وثلاثين ألف درجة وظيفية المخصصة لحملة الشهادات العليا والأوائل طبعا نزل الكتاب والناس قامت بكيف تفسر الكتاب أحدهم فسر الكتاب إن الكتاب فحواه وحرمان أعداد كبيرة من هذه الوظائف طبعا هذا اللغة أنا بارحة سبعت بي بالليل وكان من المقرر أن أتناول الموضوع اليوم لأنه بمجرد ما نزل الكتاب إجدت مناشدات إلي على التليفون كثيرة جدا فاليوم الصبح طبعا هالكتاب أمامكم التفسير واضح جدا أكو خطأ بالتفسير لذلك لابد من توخت دقة من الشرحيشي أخبار وعدم التفسير وفق فهم معين التنويه اللي نشره موقع مجلس الخدمة الاتحادي هذا التنويه واضح جدا يأكد أنه المجلس يعترف بالكدات الممنوحة قبل 16 بالشهر شهر الخامس طبعا أنا أقصد وهذا اللي أريد أقولها وهذا اليوم التصريحات صدرت اليوم على الصفحة الخاصة من مجلس الخدمة يعني اللي قبل 16 خمسة 2023 رح يقدمون اللي بعد 16 خمسة ما رح يقدمون أكيد لهم فدعالية معينة بالتالي الأسماء الآن مرسلة للتقاطع الوظيفي والتدقيق كل من تقدم بتاريخ 16 خمسة قبله مشمول ما بعدها أكوفد آلية أكيد هاي التفاصيل طبعا للجهات المختصة هي اللي تتصرف بها وتقرر أحد حملة الشهادات العليا مريم مريم سلام عليكم نعم أرحب جنابكي كريم أولا أهلا بكم آآ ثانيا شكرا جزيلا إنو منحكونا الصرفة حتى موصف صوتنا للجهات المعنية طبعا طبعا تتصرف أولا إحنا خريجين دراسات علاء مع جسدير ودكتوراه بغض النظر عن سنة التحارج بالتالي إحنا خريجين وبياناتنا كاملة أوامرنا الإدارية والجامعية أيضا كاملة وذكرت حضرت قبل قليل المجلس فرح كل من يملك كورت قبل 16 نشمول بسعين طيب ليش مجلس الخدمة من إحنا كوادات بعد 16 خمسة هذا السؤالي ثاميا إنو إحنا كواداتنا اللي بعد 16 خمسة كاملة ومفاعلة طيب ليش بدي يستفنين المجلس يعني أكيد يعني أكو فد يعني آلية حضرت يشي يقولين أكو آلية ماكو أي آلية يعني أصلا بعد ما كامل الإجراء التقاطع الوظيفي شنو ذالبنا إذا الجامعة تأخرت بصدور الأمر الجامعي أو التعليم العالي تأخر بالأمر الإداري هالأولا يعني أنا إذا زميلي 16 خمسة مستر مكوات أنا 20 خمسة مستر مكوات يعني هذه الخمسة يام تصنيع عن أنه زميلي يقدم على تعيين وأني ما أقدم فهمتوا اللي تريدوا الآن من المجلس اللي توجهوا للمجلس الآن مطالبتكم نحن مطالبتنا للمجلس أنه أرجم المسجهات المعنية ومجلس الخدمة بالذات بعد إجراء التقاطع الوظيفي أن يشمل كل خريجين الدراسات العليا بالتقديم على استمارة كل أي كل من يملك كود يحق له التقديم على الاستمارة يعني تقديم حقا 23 نعم لأنه 23 هسا شنو رأي يستيق أنه اللي قبل 16 خمسة أغلاء هم خريجين 23 لأنه ناقش منا تدر أمره خلال أيام و سلمك احنا نعرف أنه قضية الأمر الجامعي تتأخر بالحقيقة مع هذه الجامعات كل شي تأخرها كل بعض لا تسهل الأمور بالضبط بالضبط تتأخرت يعني إجراءات يعني جدا تعبت في أمانة يعني إذا أتكلمني عن الإجراءات تقولين يعني هذا مو خريج دراسات عليا يعني بعد هالتعب كل أنه أكثر خلال 6 يلا ينطي أمر جامعي هذا إحنا هذا إذا تكلمني عنا هذا موضوع آخر بس أنه أنا من أحد كود من مجلس الخدمة أنا زملاء الحد 15 16 سيلا قلقت المنظومة طيب يعني مجلس الخدمة مظهور يصرح أنه كل من يملك كود إلى حق التقديم على استمار التعين نقطة رأسة لأنه هذه أصد شخصنا الدرجات الوظيفية اللي يتعين وكله 41 ألف طيب هل نحن باستجين سيحسبيها من 2020 الحد 2023 طيب هاي هاي درجات نعم أنت راحبي أيضا أكو قبلكم جماعة 2003 الحد 2020 هاي تقديم بعض التفاصيل نعم فممكن يقدم على هذه الواجبة نعم أنا ذكرت الحضرت أنه بعد إجراء التقاطع الوظيفي أكو درجات أكيد يعني راح تشمل الأغلب بس أنا من أجي أستكني اليوم وتبقى مثلا 15 2020 هاي من اللي أحق بها وضع نتمنى شنو يا مريم اللي نتمنى بما أنه انغلقت المنظومة 15 6 يعني 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 لو يتمشموا كل هذي ما أستثني شهر الخامس وشهر السادس هذا اللي نتمنى هذا اللي احنا نريد المجلس الخدمة راح يقول كل من يملك كود الحد اليوم غلق المنظومة اللي هو 15 6 إنه يشمل بالاستمارة سواء يكون يعني إذا ذكر المجلس إنه ممكن تكون مفاضلة هذي هذي جهة يعني يعني شي آخر بس على الأقل إنه يقول يشمل إنه هو طالب يتخرج واليوم السواد ما تم مفعض اليوم إذا تدخلين على الكود أتخرج حالة حالة ملا فأتمنى أتمنى صوتنا يوصل لأنه يعني ما نحاول بقادم الأيام بالحقيقة أنا كنت أتمنى اليوم يكون عندنا ضيف من المجلس ولكن اليوم أيضا تعرفين قضية الامتحانات جدا مهمة فإن شاء الله بالأيام القادمة أنا أوعدكم أنه يكون عندنا هذا الموضوع حاضر إن شاء الله إن شاء الله نتقصرين أشكر جزيل الشكر لأنه نحكينا طرفة حتى نوصل صوتنا المجلس الخدمة من خلالك أشكر جزيل الشكر أهلا بيت شمارين أهلا 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 مرحبا ما زالت العتبة الحسينية تقدم كل ما هو مفيد بصراحة تذهب إلى مشاريع تلامس حاجة المجتمع أخير هذا المشاريع هو شارع العتبة الحسينية المقدسة أو شرعة ببناء مركز لعلاج أمراض التوحد في محافظة واصل طبعا هذا المركز على مساحة تبلغ 20 ألف كيلومتر مربع يحتوي على مدينة تخيلية غرف صالات مختلفة صالات متنوعة للعلاج الفيزيائي الحسي النفسي وأيضا مساحات خضراء وملاعب والبناء مكونة من ثلاث طوابق مساحة كل طابق 3000 متر مربع العمل واصل مراحل إنجاز متقدمة وهذه المشاريع الكبيرة والمهمة والستراتيجية تلامس حياة الناس بشكل مباشر مثل هي شي مشروع يعتبر مثالي ووفق المواصفات والمعايير العالمية ألتقيكم على السبت إذا بقينا بقت الحياة شكرا لمتابعتكم السلام عليكم ورحمة الله